أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في دعم تعميق تصنيع المحلي لتقديم منتج عالي الجودة ومنافس قوي للمنتج العالمي مما يصهم في الوصول إلى المستويات المستهدفة للصادرات المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل وخلال جولة تفقدية لمصنع شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البالي أستر بمدينة كفر الدوار أكد مدبولي أن الحكومة وضعت خطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج وشارعت في تنفيذها هذا وقد أشار مدبولي إلى أن سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة أن تغطي الصناعة لاحتياجات المحلية مشيرا إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها دعم الصناعة بكل طاقة ممكنة وتشجع إنشاء عدد من المصانع لتغطية احتياجات السوق المحلية